ترجمة نانسي قنقر وقدم لزواره تجربة فريدة من خلال استضافة معرض المدن المستدامة الذي يقدم أعمال تدمج بين سعف النخيل والبلاستيك المعادي تدويره ما يقدم للزوار تجربة فريدة حول جهود السعي للحفاظ على الأرث والحرف البحرينية إلى جانب تحقيق الاستدامة عبر إعادة تدوير المواد واستخدامها في أعمال فنية معاصرة وفي جانب آخر من الجناح يقام معرض رواية التاريخ الذي يلقي الضواء على أعمال مجموعة من الفنانين والحرفيين الذين عملوا على نقل الحرفة إلى مستوى آخر عبر استخدامها في عدد من الأعمال الفنية المستلهمة من قصص تسند إلى حبارة دلمون جدير بالذكرة أن جناح الكثافة تنسج الفرص في إكسبو 2020 دبي سيغلق بل يغلق أبوابه نهاية شهر مارس الحالي يترك بصمة لا تنسى في ذاكرة زواره ترجمة نانسي قنقر